أولاً منحب نهنئ جميع المحتفلين بعيد ماريلياس أو النبي إلية الحي وإن شاء الله أنه ربنا بعيده علينا دائماً بالصحة والعافي والبركي وبهذه المناسبة نهنئ جميع المحتفلين بهذا العيد عيد النبي إلية اللي هو راعي وحامي مدينة حيفا ومنطقة الكرمل عامة نعم ثانياً نحب نشكر القيمين على تلفزيون هلا بانوراما السيد بسام والأخت فريدة برانسي الذين يعملون دائماً على الاهتمام بنقل وبث كل الاحتفالات التابعة للطواف المسيحية في البلاد على أمل أنه دائماً نستمر بهاي المناسبة نعم كنيسة ماريلياس في الآوني الأخيري تعرضت لكثير من الاتهاضات ومن الهجوم من فئات دينية مختلفة اللي فيها تدعي تدعي إدعاء أن هناك يوجد قبر أحد القدسين الربانيم اليهود ولكن كما نحن نعلم دائماً وأبداً أنه لا وجود لمثل هذا القبر في هذا المكان المقدس وإنما هذا مزار النبي إلية منذ مئات 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 سنين اللي فيه كل طواف الجليل كل مسيحية الجليل يأتون يصلون يقدمون النظور ويعملون أولادهم باعتبار أن هذا مكان ومكان مقدس لذلك نحن نرفع احتجاجاتنا نرفع كل طلباتنا إلى المسؤولين في البلاد أن يعملوا معاً سوية من أجل إبعاد هذه الآفة عن هذه الكنيسة وهذا المزار لهو يخدم جميع أبناء الطواف المسيحية في البلاد عليه كان عندنا حوار مع وزير الأديان السيد مالكور من حكومة الدولي ومن حزب شاس أكد على أنه سوف يعمل مع الكثير من ربانيم أن نجتمع معاً ونقوم بالحفاظ على هذا المكان المقدس وأن نحافظ على السير لكل المتقدمين لتقدمة البركات وتقدمة النظور وإن شاء الله ربنا يعيدوا على الجميع بالخير والسلام نشكر الإخوان القيمين على تلفزيون هنا وبانت سيد بسام وفريدة جابر اللي دائماً يعملون على نقل هذه القضاديس ونؤكد ونطلب ونلح على أن يقوموا أيضاً ببث القضاديس من كل جميع أنحاء الرعاية في الجليل كل عام أنتم خير